اشتركوا في القناة بموقع فيسبوك بيانا للعقور اعتبر فيه اصرار الجزائر على الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميدة دبيبة ورفض الحكومة التي اختارها البرلمان برئاسة فتح بشغة تدخلا في الشأن الداخلي الليبي وتجاوزا لقرارات السلطة المنتخبة ومساسا بالوحدة الوطنية لليبيا وعبر العقور عن استيائه من الموقف الجزائري ووصفه بغير الدعم لاستقرار الشعب الليبيا وقال في الوقت الذي نؤكد فيه على عمق الروابط الاجتماعية والتاريخية مع الشعب الجزائري الشقيقة ونذكر بوقوف الشعب الليبي الى جانب شقيقه الجزائرية في مسيرته النضالية فاننا نستغرب موقف الحكومة الجزائرية التي ضربت بعرض الحائط كل اعتبارات الاخوة وحق الجوار واحترام السيادة الدولة الليبية وكان الرئيس الجزائرية عبد المجيدة تبون قد اكد في مقابلة تلفزيونية على شرعية حكومة دبيب في مواجهة بشغة واستند في ذلك على الاعتراف الدولي بها وجاء تصريح تبون عقب لقائه دبيب الذي زار الجزائر قبل نحو اسبوعين في اطار البحث عن دعم لحكومته التي تسيطر على العاصمة رابلوس ومؤسسات الدولة وترفض تسليم السلطة الا بعد اجراء الانتخابات ويؤذرها في ذلك المجلس الاعلى للدولة فيما فرضت حكومة بشغة نفوذا في شرق وجنوب الولادة حيث تمتد سيطرة القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيل صالحا نشكركم على حسن المتابعة الى اللقاء